حليفة تطهير الغوطة الشرقية بكامل بلداتها وقراها من التنظيمات الإرهابية المسلحة وذلك بعد إخراج جميع الإرهابيين من مدينة دومة آخر معاقل الإرهابيين في الغوطة الشرقية وفوراً باشرت إحداث الهندسة بتفتيش الساحات والشوارع والممرات لإزالة الألغام والمفاخخات التي زرعها الإرهابيون في المدينة بغية تمكين بقية الوحدات من تأمين المناطق المحررة وتجهيزها لعودة المدنيين إلى منازلهم آمنين وقد تم حتى الآن ضبط العديد من مصانع الأسلحة والذاخيرة ومستودعات الأسلحة كما تم الكشف عن العديد من مستودعات الأغذية التي كان يحتكرها الإرهابيون ويقومون بتجويع الأهالي وابتزازهم بلقمة عيشهم كما تم العثور على مستشفيات ومستودعات للأدوية إضافة إلى عدد كبير من الأنفاق يأتي هذا الانتصار الكبير في اقتلاع الإرهاب والتحرير دوم منه كنتيجة طبيعية لالتفاف الشعب حول الجيش العربي السوري وهذا ما ظهر جانب جلي منه حينما خرج أهالي مختلف مناطق وقرى الغوطة الشرقية إلى الشوارع مطالبين الجيش العربي السوري بتحريرهم من الإرهاب واستعادة الأمن والأمان إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة إذ تثبت كما دائما بالأفعال لا بالأقوال أنها الحريصة على حياة المواطنين وأمنهم وحمايتهم تعيد تأكيد ما أعلنته بعد تصدها للعدوان الثلاثي فجر اليوم بأنها لن تتوقف عن محاربة الإرهاب واجتثاثه أينما حل على تراب سوريا مهما حمدته ورعته بعض الدول الداعمة له وصولا لإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع أراضي الجمهورية العربية السورية دمشق في الرابع عشر من شهر نيسان لعام الفين وثمانية عشر